موسيقى مشاهدين الكرام أهلنا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حوار اليوم بين الحين والآخر يطفو على سطح منواشات كلامية وإجراءات على الأرض تبرهن على وجود خلاف صيني أمريكي مستعر منذ سنوات بكين لا تعترف باستقلال تايوان وتعتبرها جزءا من الأراضي الصينية استعرضت قواتها خلال المناورات التي أجرتها حول جزيرة تايوان ردا على ما أسمته الاستفزارات الأمريكية وزيارة وفد الكونغرس الأمريكي لتايوان وجاء تأكيد المتحدث باسم الجيش الصيني إرسال فرقتات وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة إلى بحر شرق الصين والمنطقة المحيطة بتايوان وذلك كرد فعل على ما وصفه بإرسال إشارات خاطئة على نحو المتكرر من واشنطن بخصوص تايوان في الأوانات الأخيرة ووفقت واشنطن على ثلاث صفقات أسلحة للجزيرة كان أخرها مطلع الشهر الجاري والتي تضمعت معدات وخدمات تدريب وعناصر لدعم منظومة الدفاع الجوي باتريوت بقيمة 95 مليون دولار سبقتها صفقة مماثلة لتزويد تايوان بتجهيزات وخدمات عسكرية بقيمة 100 مليون دولار مخصصة لمنظومات الدفاع الجوي والصاروخي أما الصفقة الأولى فكانت في أغسطس الماضي حينما تم تسليم تايوان 40 مدفعاً ذاتي الحركة من هنا نجد أن الخلاف الصيني الأمريكي ليس وليد اللحظة بل هو نتاج شد وجد بين الطرفين وما حولت استعراض للقوة ولكن ليس بعيداً عن التفكير الأمريكي تخوفه من تأثير القوة الاقتصادية الصعادة للصين على قوة البلاد حول الخلاف الصيني الأمريكي بواجين عام والخلاف حول تايوان الذي يريد من توتر المشهد العالمي بعد تدعيات الحرب في أوكرانيا تدور حلقة اليوم مع ضيفتنا الأستاذة نوران عوغدين البحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أهلا وسهلا بحضرت وشهيداً نلتقي بعد هذا الفاصل في ظل انشغال المجتمع الدولي بالأزمة الروسية الأوكرانية في الأشهر الأخيرة بات العالم على وشك الدخول في صراع من نوع جديد حيث زاد تفاقم التوتر الأمريكي الصيني بشأن تايوان والذي من المرجح أن يستمر في المدى المنظور ويرقب العالم باهتمام شديد التطورات الأخيرة المحيطة بجزيرة تايوان التي تبرز على الساحة الدولية حالياً باعتبارها أقوى اختبار للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن في تعاملها مع الصين وهو اختبار من المرجح أن يقود إلى الحرب أو السلام في بحر الصين الجنوبي المضطرب فمنذ دخول بايدن إلى البيت الأبيض ساعدت بجين من رسال الطائرات المقاتلة والقاذفات ذات القدرات النووية لاختلاق الأجواء التايوانية ما دفع مسؤول تايبي إلى نشر أنظمة صواريخ وإصدار تحذيرات صارمة لمغادرة الطائرات الصينية هذه الأجواء وحذرت بجين من أي بوادر لتعزيز التعاون الاستراتيجي والعسكري بين واشنطن وتايوان وهدد وزير الخارجية الصيني للات المتحدة من تجاوز الخطوط الحمراء واللعب بالنار بشأن قضية تايوان وردا على ذلك أكدت النطقة الرسمية للبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تستقف مع الأصدقاء والحلفاء لتعزيز الرخاء والأمن والقيم المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في رسالة واضحة من جانب واشنطن على أهمية تايوان الاستراتيجية بالنسبة للوضع الأمني البحري الأمريكي في هذه المنطقة الرئيس الصينيشي جين بينج أكد مرارا على أن إعادة دمج تايوان تحت حكم الصين هو أمر لا مفر منه ويجب تحقيقه بكل الوسائل الضرورية بما في ذلك استخدام القوة العسكرية مشددا على أن الصين لن تسبح أبدا لتايوان بالحصول على استقلال بينما أكدت إدارة بايدن على التزامها تجاه استقلال تايوان وأنها لن تتخلى عن تايوان في أي محاولة لإعادة تحسين العلاقات مع الصين ليبقى حتمل وقوع حرب أمريكية صينية كارثية في المستقبل أمرا غير مستبعد وربما يصل إلى المواجهة المسلحة بين الطرفين أهلا بكم من جديد مشاهدنا برحب مرة جديدة بضفطنا داخل الاستوديو الأستاذة نورانا عوضين البحثة بالمركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية أهلا بك معنا ولو بدأنا بالمناظرة الأخيرة للصين وبتستعرض فيها قوتها أمام ماشنطن وبتقول أنها رد على استاذ تحرك تقول النعي طيب يعني هي مبدئيا في إطار الدفاع الصيني أو الالتزام الصيني بالدفاع عن أراضيها وبتأكيد سيطرتها على المناطق التي تدعي أحقيتها عليها زي تايوان زي بحر السين الجنودي من الوقت للتالي بتقوم بإجراء منورات بتستعرض فيها قوتها وقدرتها على فرض الضم أو فرض رؤيتها لهذه المنطقة واللي رؤيتها التطمحور حوالين فيما يخص تايوان إن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وإن لتحقيق عادة توحيد الأراضي الصينية وفيما يتعلق بما يطمح لي الرئيس الصيني وحزبه بإعادة تجديد الأمة الصينية في سنة 1949 لا بد من انضمام تايوان مرة أخرى للأراضي الصينية فبالتالي المنورات هذه لا تختلف كثيرا عن المنورات قامت بها سابقا ولكن هي بتأتي هذه المرة في إطار التأكيد على رؤيتها بحقيتها ضمن تايوان لأراضيها مرة أخرى الرئيس الصيني أكد في وقت سابق نظيره الأمريكي إن قضية تايوان تحتاج لعلاج ولكنه يؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين ده هنا ممكن نطرحه أو ممكن نتخيله أو ننظر لي يعني في إطار ما كانت تنتهجه الصين في إطار تعاملها مع تايوان قبل كده أو يعني والحال بوقت قريب الصين بتتعانل بالمنطق سيني زيها زي تعاملها في تحركاتها الخارجية الصين بتنتهج منهج السلمية والتعاون والتنمية المشتركة في تعاملاتها الخارجية ويمكن ده السبب في إن هي ليها وضع لدي جميع دول العالم تقريبا فيما يخص تايوان هي تتبعت نفس النهج إذا تايوان كانت بتتبع نهج تجاري وبتسمح بانتقال الأفراد وبتسمح بإقامة علاقات اقتصادية وثقافية مع الجانب التايواني لكن مع تزايد يعني فيما ممكن نقول عليه الدعم الأمريكي وتسليم أسلحة بشكل مستمر لتايوان هنا كانت الصين يعني خدت موقف الموضوع هنا بدأ بشكل جالي أكتر في إصدارها لكتاب الدفاع الوطني الكتاب الأبيض للدفاع الوطني في 2019 واللي أكدت فيه على أن الجيش أو يعني ممكن يتدخل ضم تايوان أو فكرة أن ضم تايوان جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الصينية في تعاملها الخارجي في المجال الدفاعي يعني هو قاتل لا رايبة فيه يعني أن هي حاجة حتمية بالضبط يعني هو التأكيد على أن سنة 1949 اللي هي بتتوافق مع مقاوية جمهورية الصين الشعبية لابد أن تكون تايوان جزء من الأراضي الصينية مجددة أنا مستعد للملق الفراغ في القيادة العالمية الناجم عن تحول الولايات المتحدة للداخل أكتر من كنها قوة عالمية كلمات دي قالها الرئيس الصيني في سنة 2017 يمكن أن نقول الكلمات دي زادت من اشتعال الحرب بين واشنطن وبكين وليه هي طبعا واشنطن اللي بتفرض هاملاتها على العالم منذ عقود وبين التنين القادم من الشرق بالنسبة لهذه الكلمات هي بتأتي في إطار ما تضع لي الصين بالحاجة لنظام متعدد الكتبية بيخرج من النظام الأحادية اللي فرضته الولايات المتحدة منذ مهور للتتحاد السوفيدي ما ينفعش هنا برضو نتجاهل سيوك الحديث بتاع تشيجين بنج مع أن الفترة دي كانت بتتزامن مع الرئاسة دونالد ترامب اللي أعلن حرب تجارية مع الصين وأن أعلن في استراتيجية الأمن القومي على أن الصين قوة عدلية لابد من مواجهتها وبتسعى الفرض هيمنتها على النظام الدولي لكن في المقابل الصين بتتحرك هنا بالمنطق يعني لو تحديدا في سنة 2017 فهي كانت بتتحرك بمنطق نظام متعدد الأكتب أنا كدولة صينية إلى جانب كوة أخرى هنعيد تشكيل النظام الدولي بما يتوافق مع رؤانا ومصالحنا مش بعيدا ولكن في إطار متوافق وبعيدا عن لغة الحرب أو بعيدا عن اللغة القصرية اللي بتفضها الولايات المتحدة في تعاملاتها الخارجية ده وفقا للمنظور الصين كمان هنا احنا نتكلم في التوقيت ده أن الصين كانت بدأت تأخذ خطوات فعلية في اتجاه تطبيق رؤيتها كانت كاية بعد أربع سنين من أعلان مبادرة الحزام والطريق والمبادرة دي اللي بتطمح الصين من خلالها لأنها تكون مركز لتفاعلات العالم باعتبار أن الحزام والطريق بيربط بين كرات العالم الثلاث أوروبا وأفريقيا وأسيا كمان در نقول إن دي حرب كلمية در نقول التصريح ده اعتبار في إطار الحرب الكلمية بين الطرفين وإنه خصوصا أنه الرئيس الأمريكي جيو بايدن بعد تولي السلطة قال إن أمريكا قد عادت إلى حد كبير أو لأن إحنا لسه مستمرين يعني فكرة التعاون الاقتصادي أو المجالات الأخرى من التعاون ما زالت مستمرة يعني مؤخرا أعادت الولايات المتحدة تعيين دبلماسيين لها في الصين ففكرة الحرب الكلامية هي وسيلة منهم لتفادي الاستضام وهنا يعني تقدر الإشارة هنا إن فكرة الصين بشكل عين بيتاميل لتجامب الاستضام لأن بشكل أو بآخر الصين مستفيدة من النظام العالمي اللي فرضته الولايات المتحدة الصين مجحت في إطارف هذا النظام إن هي تحقق إن هي تكون تاني أكبر كوة اقتصادية عالمية فبالتالي هي مش متضررة ولكن هي بتحاول إن هي تتوسع بشكل أكبر فبالتالي هي مش هتلجأ لإستخدام الكوة العسكرية لإن ده يضر بشكل كبير على مصالحها الاقتصادية ومشارعها التنموية اللي هي بتحاول تحققها خلال الفترة القادمة لكن بكين انتظرت أيضا ببيعات الأساح الأمريكية لتايوان وبترى إنها بتهدد استقرار مضيق تايوان وبتقود سيادة الصين عليها كونها طبعا بتعتبرها زي ما عشرنا إنها جزء من أراضي وهنا ده برضو بيعتبره في إطار التصرحات الكلمية والتصعيد الخطابي المتبادل ما بين الجانبين ممكن يسفر عنه إيه؟ ممكن يسفر عنه مثلا إجراءات اقتصادية جديدة مثلا في إطار التنافس الاقتصادي ما بينهم تحركات أمريكية جديدة تحالفات أمريكية جديدة في محيط الصين في منطقة المحيط الهندي الهادئ لكن إن هو يتطور لتصعيد أكبر يتخذ شكل عسكري أو يكود فكرة العلاقات الاقتصادية القائمة ما بين البلدين أو يحد بشكل جذري النفوذ الصين العالمي هو أمر يعني مش متوقع لكن هو تعبد دوت أنها الاستفزادات الأمريكية وصلت لصفقات عسكرية ووصلت لإرسال القوات الأمريكية قطع بحرية مثل ما حدث في شهر مارس الماضي أنها بعثت لتايوان مظبوط وده الصين برضو لسه تنتقده في إطار التصريحات الخطابية وترد عليه بإجراء منورات عسكرية في مناطق قريبة من تايوان أو مناطق في منطقة بحر الصين الجنوبي أنها بالذات مثلا في منطقة بحر الصين الجنوبي بتسعى لإنشاء قواعد جديدة مهابة طائرات موانئ بتحاول فرض الأمر الواقع عن طريق نشر أسلحة وتطوير المناطق اللي بتحاول أن هي يعني بتفرض سيطرتها عليها فهنا الموضوع بيتحرك في إطار أن كل الطرف بيحاول في نطاق أو في حدود المجالات اللي بيتحرك فيها الرد من غير ما يكون في مواجهة إذا نقول أن قضية تايوان هي نقول أنها برميل برود أو أزمة متفجرة بين الصين وأمريكا وإنها يعني إذا استمرت سلطات بتحريد تايوان بتحريد من واشنطن على سير في طريق الانفصال وإن ده ممكن يدخل في مواجهة أكبر بين الصين وأمريكا كل الاحتمالات هنا وردت بناءً على توقيت التحرك الصين يعني مثلاً لو نتكلم على الفترة الحالية أن الصين بناءً على التحرك الروسي في تساعدها العسكري أو حربها العسكرية في أوكرانيا أن الصين بالمثل هتقوم بنفس الإجراء في تايوان هو أمر يعني احتمالاته مش قوية كفاية فكرة أن الصين ما زالت بتحاول أن هي تتعافى اقتصادياً نتيجة لأزمات متعلقة بالتعافي من جائحة كورونا نتيجة أن كانت تواجهتها الفترة الأخيرة أزمة عقارية أو أزمة اقتصادية متعلقة بأزمة عقارية لكن أن هي ترجح فكرة الحل العسكري بناءً على إمدادات أسلحة أو صفقات أسلحة بين تايوان وبين الولايات المتحدة فبالتالي ترد رد عسكري في المقابل يعني بينطوي الهدف منه ضم تايوان مرة أخرى أو ضم تايوان لأراضيها هو أمر هيدر بلا شك بالسياسات الاقتصادية ومش بسياساتها الاقتصادية مش بس بنموها الداخلي ولكن بسياساتها الاقتصادية العالمية اللي هي بتطمح في إطارها في أن يكون مبادرة الحزام والطريق تكون هي الوسيلة الرئاسية أو القاعدة الرئاسية للتبادل الاقتصادي ما بين الدول فده هيدر طموحها العالمي واشنطن بتزود تايوان بأسلحة وطبعا بتقوم زي ما احنا شفنا بقطع بحرية وبشريس لها قطع بحرية زي ما حدث في شهر المجلس الماضي لكنها في نفس الطريق في نفس الوقت لم تعترف دبلوماسيا بها ده يعتبر تناقض في السياسات الولايات المتحدة؟ ده هنا يعني يعني بناء على الاتفاق أو الإعلان المشترك الأمريكي الصيني اللي من سنة 1972 مع عودة التطبيع الأمريكي الصيني وقت إدارة نيكسون هنا كانت الصين أكدت يعني 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 خلال زيارة نيكسون للصين أكدت من جانبها على أن تايوان جزء اللي هي تجذب من الأراضي السينية في المقابل كانت في الوقت ده الإدارة إدارة نيكسون كانت بتحاول ترسي علاقات جيدة مع الجانب الصيني ففي المقابل هي كمان صرحت أن الجانب الأمريكي صرحت أن تايوان والصين هم جزء من صين واحدة وأن الصينيين الموجودين في جزيرة تايوان بيرون نفس النهاية وأن ما فيش حل ممكن يتم لتسويت الخلاف الصيني التايواني سوى بالطرق السلمية وده كان المبدأ اللي صارت عليه الولايات المتحدة الموجودة لك الحين هل قدر يعمل كده بايدا؟ فكرة الطرق السلمية ده اللي تشي جنبانج بيدعو لي فكرة إنه هو يكون وسيط بين تايوان وبين الصين ده متعلق أكتر يعني بفكرة رؤية الولايات المتحدة للصين فكرة ما زالت هي بالنسبة لها تهديد فكرة هل من الممكن تحقيق شراكة في النظام الدولي أو أن هم يقدروا يعني يعالجوا مواقفهم بطرق أكثر سلمية بطرق أكثر حكمة على الصعيد الدولي مش بس متعلق بتايوان ده بناء على قدرة الترفين على التصرف رفض بكين للسياسات الأمريكية وهيمنتها على مؤسسات القرار الدولي وتدخلها في كل القضايا مسأسرة بدور الدفاع عن الديمقراطيات وراء سعي بكين وروسيا لإحتاج تكتورات جديدة وإثبات قدرتهم العسكرية هل هو ده يعني هل رفض بكين للسياسات دي هي ورد كله؟ ده يعطنا تاني لفكرة ما تدعو دي الصين منذ مهور الاتحاد السوفيتي لبناء نظام عالم متعدد الأكتب هنا هل هو هل إحنا على مشارف هذا العالم نقدر نقول بعض ما يحدث في أوكرانيا الحديث عن فكرة يعني إعادة نظام يعني فكرة إنشاء نظام متعدد الأكتب إحنا بنتكلم عليه يمكن من سنة 2008 من وقت الأزمة المالية العالمية وأن الصين وقتها قدرت أنها تتجاوز الأزمة وأنها تخرج متعافية بل وتقود الاقتصاد العالمي للمتعاش مجددا ففكرة النظام العالم متعدد الأكتب وقدرة الصين بجانب روسيا لأن هم اللي اتنين المؤسسين نقدر نقول عليهم مؤسسين لفكرة نظام عالم متعدد الأكتب أو يعني الدعوة لنظام العالمي متعدد الأكتب موجودة وبيتم المنادى بيها منذ يعني عام 1996 تحديدا من وقت إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا منذ ذلك الحين بتتجدد الدعوة مع كل مرة بيتم فيها اللقاء الصيني روسي مع كل تطوير جديد للعلاقات مؤخرا يعني يعني مع عادة يعني تنديد معاهدة حسن التعاون والصداقة ما بين روسيا والصين تم التنديد الدعوة أيضا للنظام العالمي متعدد الأكتب فكرة الغزو الروسي الأوكرانية فكرة التحركات الصينية على الصعيد العالمي كل دي عوامل يعني بيميل لها المحللين أو الباحثين في مجال العلاقات الدولية إن دي عوامل بتسهم في تشكيل نظام عالمي متعدد الأكتب لكن الفكرة هنا في الولايات المتحدة إلى أي مدى هتقدر تتعامل مع هذه الأطرحات هل هي يعني هتستطيع تجاوز الفكرة دي وخاصة أن الولايات المتحدة ما زالت متقدمة في العديد من الأسعادات اللي بتخليها هي الكتب الأول ما زالت يعني نقدر نقول هذا الحق الفردية لكن مدى تطور الاقتصاد الصيني ومدى تطور التحركات الصينية العالمية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العسكري أيضا وعلى المستوى الفقافي اللي هي بتحاول تؤثر لنفسها في مجال قوي بجانب الولايات المتحدة وأيضا على المستوى التكنولوجي إلى أي مدى تقدر تحقق نجاح في هذه الأبعاد في مقابل الولايات المتحدة أو إلى أي مدى تقدر تحقق إلى جانب شركاء آخرين بحيث أن هم يقدروا يكونوا عالم متعدد الأقطاب بتعبر فيه كل دولة عن هويتها وعن بقيتها لمصالحها هذا ما سوف نرى خلال الأعوام القادمة دي حاجة لسه محل بحث فكرة هل إحنا في خضام نظام عالم متعدد الأقطاب وهيحسمها صراع عصرنا الدائر في أوكرانيا هيحسمها صراع الدائر في أوكرانيا وهيحسمها مقال الهيمنة في منطقة المحيط الهندي الهادئ اللي كانت الولايات المتحدة بدأت بالفعل في توجه لها من ستمبر 2021 بإعلان تحالف أوكوس أو بتجديد العمل بتحالف كواد اللي كان بينها وبين الهند وإستراليا واليابان فكرة تحركات الولايات المتحدة وأعادت يعني مش أعادت محاولة فرض سيطرة أو محاولة فرض نفوذ على هذه المنطقة في مقابل النفوذ الصيني القائم بالفعل بين دول هذه المنطقة هو محل أيضا يتم أقضى في الاعتبار في حالة وإحنا يعني يعني افترضنا فكرة التجاه ناحية نظام على متعدد الأقطاب الحرب اللي بدورها حاليا في أوكرانيا نبدأ نقول عليها أنها حرب الوكالة بين أمريكا والصين خصوصا أن الوضع الاقتصادي لروسيا لا يخولها دخول حرب كهذه يعني لا يعني ما بمشي للفرضية دي أنا ببيل أكتر أن هي حرب بين روسيا والغرب بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللي بدأ يأخذ اتجاهات في تطوير قدراته العسكرية لمواجهة التهديد الروسي روسيا هنا بجانب اعتمادها على شراكتها مع الصين في التجاوز العقوبات المفروضة لكن بشكل عام الاقتصاد الروسي ومع الحرب وبالنظر لأن روسيا مفروضة عليها عقوبات بالفعل من 2013 هي قدرة نياتة تجاوز هذه العقوبات وحاليا بغض النظر عن العقوبات المفروضة عليها واستبعادها من المعاملات التجارية الأوروبية أو الغربية والعقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي واللي هو من الممكن أنه يحد من قدرة الاقتصاد الروسي لكن إلى حد الآن الاقتصاد الروسي بيظهر أنه قادر على الحركة بيظهر أنه اعتمادا على مغزون الذهب اللي عنده أنه قادر أنه يتحرك مع أطراف أخرى غير الاتحاد الأوروبي قادر أنه يطور ويجدد وينمي علاقته مع دول الأسيوية وعلى رأسهم الصين ومع أطراف وفوائل دولية أخرى فهو هنا قادر أنه فعلا يتجاوز العقوبات ففكرة أن هي الحرب الروسية الأوكرونية حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وصين هو أمر غير مرجح وبالعكس الصين أصلا من جانبها عندها تخوف من الحرب هي مؤيد أو مش مؤيد هي بتقول أن أنا محايد ما بين روسيا وبين الغرب ده لأعتبرات المصلحة المصلحة الكبيرة ما بين الجانبين نعم طب أنا سأزد حاليك هتوقف مع هذا الاتصال التليفوني مع دكتور عبد الحكيم التحول يا عميد مع الدراسات الأسيوية السابق أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك من الأماكن المهمة بالنسبة للسياسة الصينية كذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي في هذا النوع من أنواع التنافس ما بين البلدين أحد الأشياء المهمة للفترة الأخيرة والتي تلاحظناها كثيرا وعندما نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تكتف تأويدها في تيوان نجد أن الصين تحاول أن تقوم بعمل مناورات محيطة في تيوان نعم فهذا من الأشياء اللافتة للنظر لكن فأعتقد أن هذا الأمر لا يعد كونه أحد مجالات التنافس الكثيرة التي تتضح في الفترة الأخيرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإذا كان هناك تنافس الخصي كنا بينهم في مناطق عديدة من العالم لكن في هذه المنطقة تحديدا في بحر الصين هذا الأمر واضح ويتضح من تصرفات البلدين خاصة ما نحن نعلم أيضا أن هذه المنطقة تقترب من شبه الكزيرة الكورية وبالتالي شبه الكزيرة الكورية متفتحة على هذا المكان ونعلم جيدا مدى الارتباط الوسيق في تحركات النهوة المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة بالملف النووي الكوري الشمالي والتعامل الكوري الشمالي في إيجاد نوع من أنواع الحلول بالأضافة إلى الكثير من الصواريخ التي تطلقها كوريا في كل فترة أخرى وتؤثر على حلفاء الوات المتحدة الأمريكية سواء كانت كوريا جنوبية أو اليابان في المنطقة السجال بين واشنطن وبكين هل تدفع التأثيرات في بحر الصين الجنوبي نحو مواجهة من وقت نظر حضرتك؟ لا أعتقد أن الدهر الكبرى دائما في المطرة الأخيرة تحديدا تأتي إلى حفة الهوية ولكن لا تصل إلى المواجهة المباشرة هناك نوع من أنواع التنافسها هناك نوع من أنواع المصالح المتشابكة هناك نوع من أنواع التنافس الخفي لكن لا يصل إلى حد المواجهة العسكرية بين الطرفين لأنه لو حدثت المواجهة فكده هو ما خسره إذن لا تخسر الصين ولا تخسر المتحدة الأمريكية لكن في محاولة منهم إلى إحياء المصالح ومحاولة منهم إلى المحفاظ على مصالحهم في أي منطقة أخرى من العالم وليس في بحر الصين فقط ونحن لا أعلم مدى الكثير من المؤسرات كما سمعنا من طيفة حضرتك أنه بالنسبة للحرب الأوكرانية ليست حرب بالوكالة أبدا فالحرب الأوكرانية هذا شيء وهذا شيء آخر كذلك الأمر بالنسبة للتنافس حول تايوان تايوان جمهورية والواتمتحدة الأمريكية تدعمها والصين تحاول أن تقول إليها مرة أخرى كل هذه الأشياء تعتبر من اللعبة السياسية بين الدول الكبرى وفي النهاية كل دولة تحافظ على مصالحها كما نحن نعلم جيدا أيضا أن الواتمتحدة الأمريكية تعمل جاهدة بالفترة الأخيرة على سياسة الاحتواء للصين مثلما فعلت هذه السياسة مع الاتحاد السويتي سابقا وفضته فيتحاول الآن أن تحتوي الصين عن طريق إقامة حلاقات ودية مع الدول المحيطة بالصين ومن أبرزها الهند على سبيل المثال وكوريا ودول وسط آسيا وما إلى ذلك من دول في محاولة منها الاحتواء الصين من أجل المعاجهة المرتقبة ولو سياسيا بين الصين وبين أجل المتحدة الأمريكية لا إنهاء التنفس بينهما نحن نعلم أن هذا القرن هو القرن في أعتقالي الصيني الأمريكي وكلهما يحاول أن يكون هو القوى الأولى في العالم هل تحصل الصين من ضغطة العسكري على سيادة أو نومن الولاية على معظم بحر الصين الجنوبي؟ لا فأعتقادي أن الصين لن تستطيع أن تنفرج بالسيادة في بحر الصين الجنوبي وحدها لا أكثر من سبب ولعله من أبرد هذه الأسباب هو حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الجنوب شرق آسيا على سبيل المثال أندونيسيا، التلبين، ماليزيا كل هذه الدول ترتبط الولايات المتحدة الأمريكية حتى بتنام فكانت لا علاقات قوية بالصين لكن لا علاقات أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية بالأدفة إلى تايوان بالأدفة إلى اليابان في الشمال والأدفة إلى الكورية الجنوبية نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحيط للصين بمجموعة كبيرة من الحلفاء في بحر الصين الجنوبي وبالتالي فأعتقادي لن تستطيع سيادة الكسبرات بسيطرة على بحر الصين الجنوبي دون أن يكون هناك نوع من أنواع التقارب أو الحلول فيما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية سلوك الصين هل يقف سلوك الصين يعني التصرفات الصين حارك شايف انباع يقف وراء تغير سياسات واشنطن تجاه بكين خلال ادراتي ترامب وبايدن سلوك الصين انا مش حضرتك ايضا حيث السؤال بس انشتنع الصعب يعني حارك شايف ان التأثير المتبادل بين سياسة الولايات المتحدة عند الرد على الاجراءات الصينية بقى اصبح حاليا اكثر من تشكلها لا هو السلوك الصين او السلوك الولايات المتحدة الامريكية تجاه بصين كده هم له السلوك معين ونحن نعلم ان هناك الملص التجاري بين الاثنين هو اللي يشغل بلدين اكثر من اي شيء اخر لانه نحن نعلم منذ سياسة ترامب ثم بايدن في الفترة الاخيرة نجد ان هناك نوع من انواع الشد والجاز في السياسة بين البلدين لمحاولة منهم لان النهاردة نعلم جيدا ان الصين مفيش منتج مفيش بيت في العالم تقريبا الا اللي ما فيه منتج فيه اذا نصين ده ده تنتشر استفادية هذا الامر يزعج الواتف المتحدة الامريكية هذا الامر يزعج امريكا انه انتكت في البيوت الامريكية ومنتجات صينية هذا الشيء من الاشياء التي تجعل الواتف المتحدة الامريكية تحاول ان تحد من الايه من من السجن. هذا السلوك الامريكي يواجهه سلوك اخصيري. دول الصيني يحاول ان انتشر عبر الدول العالم الثالث اه فح التعبير كما كان بالسابق تنتشر في افريكا تنتشر في اسا تنتشر في امريكا اللتنية. اه تحاول الصين من خلال هذا الانتشار ان تعرق السياسة الامريكية خاصة في المجال الاقتصادي. هذا التنافس دائر ما بين البلدين. وان كنت ارى انه تنافس خفي اه في محاولة من كلاهما ان تثبت ذاتها وتثبت انها القوة الوحيدة في العالم. الا انه في النهاية فاعتقادي سوف يكون هناك نوع من انواع الجلوس على طابرة المفاوضات في مجال البلدين لانه نحن نعلم جيدا انه ازا كانت روسيا دخلت الحرب مع اوكرانيا فهي فاعتقادي سوف تخرج من هذه الحرب وهي اقل قوة نظرا لاستنزاف المعارض الروسية نظرا لكثير من الاسباب سواء كان اتحاد الاوروبية او الضغط الافريكا او هذه الاشياء وبالتالي هذا يعطي فرصة لصين لان اه تكون اقوى الى حد ما في التنافس مع الوحيدة المتحدة الامريكية والروسية. نعم. اه دكتور عبدالحكيم التحوي عميد معهد الدراسات الاسهوية السابق. شكرا جزيلا لحضرتك كنت معنا على الهاتف. وابرحب مرة جديدة بضفتنا داخل الاستوديو. الاستاذة نوران عوضين البحثة بالمركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية. يعني حضرتك شايفة ان الولايات المتحدة اصبحت حاليا عجزة عن ازاحت الصين عن عرش التجارة العالمية من 2019. والصين اصبحت اكبر دولة تجارية في العالم. لا حد كبير ده صحيح. يعني احنا اه لو نظرنا الى نتائج الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الى ما وصلت اليه حالان. اه مبدئيا كانت الحرب التجارية يعني ابتدأها بترامب بنتيجة لان هو يعني تم نفهم ان وجد ان في اه اه ميل الشركات الكبرى للصين دي ان هي تستثمر هناك لانخفاض تكلفة العمالة هناك. ان بقى في اه اه ملايين الوظائف داخل الولايات المتحدة في مقابل اه 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 مثلها في الصين وجدت الولايات المتحدة من استراتيجية الصين في 2035 المتعلق أو 2030 المتعلق بصنع في الصين ده يهدد مستقبل التجارة والصناعة الأمريكية فكان ده البداية ومحفز لإطلاق الحرب التجارية طيب نتاج الحرب التجارية إن ما زال الميزان التجاري ما بين الولايات المتحدة والصين بياميل نحو الصين ليس يعني ده مش بس ده هذا الأمر لو رجعنا تاني لمسألة مبادرة الحزام والطريق على سبيل المثال بتعطي كمية أرقام بتعزز من مكانة الاقتصادية للصين على مستوى العالم يعني احنا بنتكلم على إن في حوالي 126 دولة وقعت مع الصين اتفاقيات تعاون في مجال المبادرة وهناك 29 منظمة دولية بأرض وقعت وفائق تعاون مع الصين بنتكلم إن ده لحد سنة 2020 بنتكلم إن في الفترة من 2013 حتى تقريباً 2018 حوالي 6 مليار دولار كان حجم التبادل التجاري بين الصين وبين الدول الواقعة على طول المبادرة مبادرة الحزام والطريق نتكلم إن في حوالي 244 ألف وظيفة أتحتها المبادرة للدول المرتبطة بالمبادرة هذا الحجم من الاستثمارات والتبادل التجاري بيعزز من مكانة مكانة الاقتصادية للصين عالمياً بالإضافة إلى إن اليوان بيثير بخطة ثابتة لاحتلال مكانة هو الآخر برغم إن هو لسه مكانته في كمكون في التبادل التجاري العالمي أمام الدولار مازال متراجع ولكن بتميل العديد من الدول الامتهاج في تعاملها مع الصين للإعتماد على اليوان أو العملات المحلية بشكل عام بدلاً من المكون الدولاري فده إلى حد كبير بيمثل فوز أو بيميل الكفة لصالح الصين في مصر الاقتصاد أمام الولايات المتحدة بالحديث عن مبادرة الحزام والطريق تم دمجها في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 لتحقيق أهداف التنمية بسبب المدحة الواسعة وأطلق عليها اسم طريق الحرير الرقمي وده بات أكثر بكثير من مجرد مشروع بنية تحتية تكنولوجي هل سيكتمل ذلك دون معوقات أو حرب؟ هو مش بس طريق الحرير الرقمي نحن بنتكلم على أنه في طريق الحرير البري والحزام البري والحرير البحري فيه أكثر من مكون وصين للحزام والطريق والصين يعني كل سنة أو فيه تجديد مستمر للمكونات الرئيسية لمبادرة الحزام والطريق من ضمن مكوناتها طريق الحرير الرقمي فكرة المعوقات التي تستهدف طريق الحرير الرقمي ممكن هنا نتكلم فيه على البعد التكنولوجي أو التنافس التكنولوجي ما بين الولايات المتحدة وصين وإلى أي مدى هتستطيع الصين السمود أمام الولايات المتحدة في هذا التنافس في ظل ما تفرضه الولايات المتحدة من قيود أمام التحركات الصينية أبرز مثال مثلا الفرض اللي حضرها في التعامل مع شركة هواوي المفروض أن طريق الحرير الرقمي بيقوم على أن الشركات الصينية شركات التكنولوجيا الصينية بتكون بتأسيس المجالات البنية التحتية الرقمية والاتصال لدول الحزام والطريق اللي في حاجة فعلا لهذه البنية التحتية ده بيطيح لصين نفوذ تكنولوجي أكبر على المستوى العالم والولايات المتحدة بتقول كمان إن ده بيطيح كدرة للصين على يعني ما تسميه تجسس إلكتروني على منشآت أو على أطراف هي بتستهدف إن هي يعني تتحصل منهم على معلومات بتستهدف منها في الآخر بخدمة أهدافها الداخلية أو خدمة أهدافها التنموية الداخلية بالصين المعاوقات هنا أمام اكتمال الطريق إن يعني فكرة إن يعني هناك يعني دول بالذات دول الأوروبية قد تكون حذرة في التعامل مع شركات التكنولوجية الصينية من ناحية تانية إن الصين من جانبها بتفتقد لي يعني يعني في عندها نقص نسبي للمهارة الفنية كمان لفكرة الصناعة التكنولوجية متعلقة بأشباه المواصلات الصين بتعتمد على استراد المكون الأساسي في صناعة الإلكترونيات اللي هو أشباه المواصلات واللي بينظر إلى هذه الصناعة بأنها صناعة رئيسية في القرن الـ 21 الصين بتحاول بجهدها أن هي تطور أو توطن الصناعة دي بداخلها ولكن هي ما زالت بتعتمد على استرادها وهنا الدول المصنعة لهذه التقنية بالذات هي الولايات المتحدة واليابان اللي هم متحسسين من صعود الصين فهنا يعني في معوقات نسبية ولكن فكرة كدوة الصين على تجاوزها هي أعتقد أن الصين مصممة بالفعل على تجاوزها لأنه بدليل أن هي موجهة استثمارات ويبت لدعم هذه الصناعة بالدافل وكمان من ناحية تانية بتحاول أن هي بتقدم زي خفض ضريبي وتسهيلات ضريبية لتوطين هذه الصناعة بالدافل الموضوع أيضا يعني الأزمة بلعت مداها بين البلدين من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما قال أن الصين سرقتنا بمليارات الدولارات وكان بيقص بداية حقوق الملكية الفكرية أو توصل للملكية الفركية الرئيس هو هنا في اتهمات من جانب الولايات المتحدة للصين بأن هي قدرت تحصل بطرق غير مشروعة أو بطرق التجسس على الملكية الفكرية للعديد من الشركات الأمريكية وقدرت حجم المعلومات التي تتحصلت عليها أو حجم الخسارة حوالي واحد واثين من عشرة تريليون دولار ده اللي الجانب الأمريكي توصل إليه من التحقيقات فكرة الملكية الفكرية هنا أضر بالشركات الأمريكية وخليها إما تنهي نشاطاتها أو تم إجبارها على أنقل أنشاطاتها للصين وده على حسب ما تصرح بالولايات المتحدة هنا ما كان يعني أنا يعني مش متأكدة إذا كان فيه تصريح مقابل صيني يعني يعني يواجه هذيتهم أم لا بس ده الجانب الأمريكي دايما بيردده ودايما بيؤكد عليه وحتى فيه تعاملاته يعني يعني فيه تصريحاته المحذرة للجانب الأوروبي من تعامل مع الجانب الصين نعم هل هناك خلافات من نوع أخر بين واشنطن وبيكين من أتفاقية المناخ مثلا أنه أتفاق بيكين مع باريس وهو ما يعني اختراق الصين للحليف الأقوى لأمريكا وهو أوروبا فيه مجالات متعددة ليس فقط فيما يتعلق بالمناخ بغض النظر أنهما وصلوا لاتفاق في كومة المناخ الأخيرة كوب 26 المتعلقة بخفض الإنبعاثات لكن مش بس الملف المناخي هو المحل القلاف لكن فيه ملفات تانية متعلقة بالتحركات الأمريكية على صعيد العالمي الموقف الأمريكي مثلا من التدخلات في الدول الإقليمية أو في التحركاتها في محيط الصيني أو في الموقف الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني فهي الموضوع أكتر متعلق بالتأكيد فكرة أي طرف هيقدر أنه هو يفرد أو مش يفرد يعني يستطيع التصمود أكتر في وجه التنافس أو في سياق التنافس مع الطرف الآخر العلاقات الصينية الروسية القوية هل هي فرصة لتخفيف الدربة من العقوبات الغربية المحتملة؟ على روسيا أو طبعا يعني روسيا يعني لو رجعنا مثلا لبعد نيور الاتحاد السوفيتي كانت روسيا ميالة أكتر للجانب الغربية وكانت إلى حد كبير بتحاول توائم سياستها الاتصادية مع الولايات المتحدة أو مع دول الاتحاد الأوروبية علشان تعيد يعني ترجع تاني يعني تندمج مع النظام الدولي لكن مع الأزمة المالية العالمية في 2008 وجدت روسيا أن الصين اللي استطاعت الخروج من الأزمة بنجاح واستطاعت يعني ما نستطيع قوله قطر الاقتصاد العالمي ده خلاها تميل أكتر ناحية الصين الموضوع تأكد طبعا مع العقوبات الغربية التي اتفرضت مع ضم روسيا لشبي جزيرة القرم والعقوبات التي تم فرضها في ذلك الحين الصين وروسيا نجحوا في توطيد علاقتهم الاقتصادية بشكل كبير ونجحوا في يعني يعني موأمة سياساتهم حتى في مواجهة هذه العقوبات يعني مثلا على سبيل المثال أن مثلا طريق الحزام والطريق فيه اتفاقية بيه مع الاتحاد الاقتصادي القراسي اللي أنشأت روسيا علشان تعزز أو تعزز حضرة في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي ففكرة النجاح الصابق في تجاوز العقوبات الغربية ده إلى حد كبير بتعول عليه روسيا في الفترة الحالية بجانب يعني ضغبطها في تمنيع كمان شركائها في الناحية الأسيوية احنا في ختم هذا اللقاء بنتوجه بالشكر لأستاذة نورانا عوالدين البحثة بالمركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لحضرتك بنشكركم مشاهدين أعزائي بكرة إن شاء الله حوار اليوم فإلى اللقاء